في هذا القسم رح أتكلم عن النبوات التي قيلت عن يسوع المسيح الكتاب المقدس فيه جزء كبير من النبوات بالواقع تلت الكتاب المقدس هو كتاب النبوات نبوات عديدة لا حصرة لها أنبياء تنبأوا عن مجيء ممالك واندثار هذه الممالك تكلموا وتنبأوا عن أشخاص وشخصيات وهذه النبوات تمت بتطقيق وتفصيل تام هذه النبوات ليست مجرد تكهن أو تخمين ولا هذه النبوات هي محاولات افتراضية لربما الله يستجيب أو يحاول أن يعمل شيء لكن هذه النبوات تسير بخطة إلهية محكمة منسجمة لخير ومنفعة الإنسان هذه الإعلانات بالتدرج من ألاف السنين التي تنبأت عن مجيء المسيح وتوجد نبوات عديدة عن ميلاد الرب يسوع المسيح هذه النبوات اندلت على شيء بالدل أن الله ساهر على كلمته ليجريها وأن لله السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر وأن كل المخطط الإلهي وكل الكتاب المقدس يسير بخطة واحدة هو خطة الفداء سر التجسد الله يأتي في ملء الزمان ليتخذ جسد إنسان ويتحد في جسد حتى يقدم الخلاص والفداء الكامل للجنس البشري أول نبوة ذكرت عن يسوع المسيح هي في سفر التكوين الإصحاح الثالث الآية خمسة عشر بعد معصى آدم وحواء ربهم في جنة عدن الرب طبعا طردهم من الجنة لكن أعطى وعد يسمى الوعد المسياني الأول أنه في يوم ما سيأتي المخلص من نسل المرأة الذي سيصحق رأس الحية وطبعا دائما الحديث عن الرجل لكن لأول مرة يقول الكتاب أنه المخلص الذي سيأتي في ملء الزمان الرب يسوع المسيح سيأتي من نسل المرأة وبالفعل تمت هذه النبوة من خلال مجيء المسيح من أحشاء القديسة مريم العذراء والرسول بولوس يقول في رسالته إلى أهل غلاطية الإصحاح الرابع والآية أربعة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتد الذين تحت النموس لننال التبني ترجمة نانسيح